التطورات الأخيرة تقول أن هناك ممثلين عنكم عن الجيش السوداني وعن الدعم السريع أيضا موجودون الآن في السعودية لمحاولة التفاوض ربما أو الوصول لحلول بداية ما موقفكم من المبادرات بشكل عام وخاصة هذه المبادرة السعودية ومن ثم مبادرة الإيجاد نحن نرحب بكل مبادرة تحقين دماء السودانيين بكل مبادرة تبعد شبح الحرب الأهلية عن السودان لكل مبادرة تعيد اللحمة الوطنية وتعيد للسودان استغراره وأمنه المبادرة الجارية الآن نحن نرحبنا بها وكل مبادرة مرحب بها الآن لدينا صحيح ممثلين وهؤلاء الممثلين هم ممثلين للسودان لحكومة السودان والليفة للقوات المسلحة فقط لأنه لديهم بعض الدبلوماسيين موجودين ضمن الوفد هذه المبادرة نحن نسعى في أن تضع أسس حقيقية لوقف القتال تجتمل على الانسحاب من المناطق السكنية الانسحاب من مناطق الخدمات إفراغ وسط العاصمة واللود العسكري إخلاء السكان والمنازل المواطنين العزل من القناصة ومن الاحتلال المسلح خلاف ذلك لا يمكن نتحدث عن وقف لإطلاق نار لا يمكن نتحدث عن أي عمل يمكن أن يتم يعني أنتم غير مستعدون لأي تفاوض في هذه المرحلة أي حوار سياسي معهم الأمر يتوقف فقط على العمل الإنساني هذه المرحلة لا أحد يتحدث عن العمل السياسي نحن الآن نتحدث عن وقف القتال عن وقف العمليات عن عودة الطمأنينة للمواطنين هذه الطمأنينة وهذا الاستغرار لن يعود في ظل انتشار هؤلاء العصابات في أسطوح المنازل في منازل المواطنين هذه الآن كل المعظم البنوك تم نهبها السفارات تم نهبها المؤسسات الخدمة العامة تم نهبها حتى بعصاد دولماسية الاتحاد الأفريقي اليونيسيف الهلال الأحمر كله تم نهبه بواسطة عصابات الدعم السريع والآن المزألة ممددة لأحياة السكانية خلال السكان ومجمعات موجودة في الأحياة السكانية وتمارس هذا التعذيب والاقتصاب وكله في فعل زميم تمارسه هذه القوات على المواطنين لذلك نحن نرى أن خروجهم من المناطق السكانية خروجهم من المناطق السكانية وخروجهم من مناطق الخدمات هي الأسس الصحيحة لأي وقت يطلق النار هل ترى أن هذا يمكن أن يتحقق من خلال ما يحدث في السعودية الآن نحن نسعى لتحقيق ذلك من خلال ما يحدث في السعودية وإذا لم يتحقق ذلك لا فائدة من الذهاب إلى السعودية ولا فائدة من الجلوس لأي تفاوض طيب سيدة الفريق الخارجية السعودية ربما تدعو الآن إلى وقف فعال ودائم لإطلاق النار هل هذا شرط برأيك يمكن أن يتحقق أنا ذكرت بأن وقت إطلاق النار حتى الموقع الذي نتكلم عنه يجب أن يكون مصحوب بإخلال أعيان المدنية الأعيان المدنية معروفة في المجتمع الدولي بأن المستجفيات مراكز الخدمة مراكز الاتصالات مراكز الوقود مجمعات الخدمية كلها هي بأن يتم إخلاقها حتى نقول للمواطنين أننا ندافع عنهم لا نريد أي عمل يخص القوات المسلحة بأن يوقف إطلاق النار إذا لم نستصحب هم المواطنين ومشاكلهم معنا لا نستحق أن نقف أمامهم قوات الشعب التي هي جزء أصيل من الشعب السوداني ثم الشعب السوداني مقابل على هم القوات المسلحة لذلك أي وقف بإطلاق يجب أن يكون مصحوب بفتحة طرق المستجفيات ومناطق الخروج من المراكز الخدمية مراكز الوقود محطات الكهرباء محطات المياه كيف يحدث وهذه المرافق يتم التحكم فيها بواسطة أفراد ليس لهم خبرة ويتصرفون بتصرفات ربما حسب أمزجتهم